أعلن مجلس ودارة شركة القدية لاستثمار إطلاق منتزه دراجون بول الترفيهي وهو مدينة ترفيهية غير مسبوقة تم تصميمها لتتبنى فلسفة قوة اللعب في مدينة القدية يأتي الكشف عن منتزه دراجون بول مشاهدين بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن إطلاق ثلاثة أصول رئيسية بمدينة القدية بمنطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحاضنة لكبرى شركات صناعة الألعاب وأبرز أندية الرياضات الإلكترونية واستاد الأمير محمد بن سلمان الذي سيكون واحدا من أبرز الملاعب في العالم ومضمار السرع الفريد من نوعه لرياضة المحركات وسوف يقع منتزه دراجون بول الترفيهي الأول من نوعه في العالم في مدينة القدية على بعد أربعين دقيقة فقط من العاصمة الرياض ويمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع وسيعمل على تعزيز مكانة مدينة القدية كعاصمة للعب في العالم ترجمة نانسي قنقر